المسيح بقلوبكم اليوم موضونا هو كيف اليوم بدنا نكون عم نرتاح كيف بدك تدخل اول شي الى الراحة كيف بدك تفوت الراحة بدك تعمل جهد اول شي بالتسبيح وفي اليوم كلمة تسبيح بعيدة شوية همو الشمعنا وخصوصا باللبنان وخصوصا المسيحيين بلبنان بيسمعوا انه هيك كم ترنيمي لا في شي اسمه تسبيح والشكر والعبادة وانما نشوفهم هول بالانجيل يعني منا جايبين من اهلنا متعلمة من الانجيل ومارسناها واختبرناها والأينا انه هيدي بتعتي راحة دولة لك وجربها بان بتجرب كتير اصاص في ناس بتجرب ادوية تيترتاع في ناس بتجرب انها تشرب خمر كتير تيترتاع بتجرب هايدي الوصفة دي ام باتيكي اياه اليوم لانا وقت استخدمتها بحياتي حررتني من الادوية ومن المخدرات ومن الشرب ومكتير امور قاملة بحياتي تيترتاح لانه لحظة البلاشة تسبح الرب مني بحيجي ارتاح لانه هي عطتني راحة وما بقى بحيجي لغير شي شو هي مزمور مية اربع شو بيقول ادخلوا ابوابه ادخل الى الراحة تعالوا الي يا جميع المتعبين وانا اقو ريحكم هم بقول ادخلوا كمان في دخول ادخلوا ابوابه منو الرب تتفوت الى محضر الله وترتاح فيه ادخلوا ابوابه بيحمد بالشكر منو تيجي عند الرب وتبلش تتزمر ليش عملتهاك ولاش عملتهاك ولاك حياتي يا رب اول شي بلش شكار الرب على كل شي كل شي صار بحياتك شكار الرب على لا لا لانه فكرة وغير فكرك ترق وغير ترقك ومقصده بحياتك غير المقصد اللي انتي قصده لحياتك بيختلف كما بتبعد السماء الى الارض هيك بيبعد فكرك عن فكرة انشان هيك بيقول ادخلوا ابوابه وبالحمد ودياره بالتسبيح فوت كيف بدك تفوت فوت متأكد انك انت فيت تاخد راحة فوت متأكد انه انت فيت تسبيح هو فيت تسبح بموكب نصرة فوت متأكد انه انت حتنتصر هكل تعب بحياتك هكل مرض هكل فقر هكل خطيه هكل ضعف هكل ماضي قليم هكل قرارات خطة بحياتك هكل عدم السلام هكل حزن هكل كل شي سلبي بالحياة بالتسبيح بتنتصر عليه وجرب ها وصفة ادخلوا ابوابه وبحمد يروا بالتسبيح احمدوه وباركو اسمه بفليبي 4 6 7 بيقول لا تقلقوا لا تقلقوا لا تقلقوا لا نهي لا نهي متل لا تقتل لا تزني بالعهد الجديد لا تقلقوا لا نهي وصيه يعني اللي بيستميش بالعهد القظيم باللا تقتل لا تزني بدي خبرك انه هو اللي اتجددوا يربي سواء من الابضية لقلقوا واعطاك واحدة جديدة حد منهم لا تقلقوا يعني اللي بيقلق متل اللي قطل لانه القلق هم تقتل حيلك وشو بده انه ما تقتل لاخر منك قطل حيلك بقلقك يعني انت انسان لا تؤمن وللي الذي لا يؤمن يموت ما بيدخل الى الحياة ما بيدخل الى الراحة لا تقلقوا من جهة اي شيء بل في كل امر لتكن طلباتكم معروفة لدى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر وسلام الله الذي تعجز العقول عن ادراكه يحرس قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع يعني اليوم قطل الرب يقول لك ما تقلق ابدا بس فلتعلم طلباتك عند الله مع الشكر يعني بدك تقلب اطلبه تجده وشكار الرب انه بيستجيب لانه الرب مقصده صالح لحياتك ورب دياتيك اطلبه تجده اسأله تقلقوا يفتح لكم ما بدك كتير ولكن بدك قرار جدي بحياتك انك تجي وتشتهد تدخل الى تلك الراحة بدك تتقلع الرب بامثال 3-5 شو بيقول اتقلع الرب من كل قلبك منو شفيهون وشفيهون بدك تتقلع الرب ينسلم كل حياتك للرب وعلى فتنك فتنتك لا تعتمد يعني ما تتقلع حكمتك وعلى زكاة وانه انتي حربوه خلص تتقلع الرب وهون يكون عندك فكر المسيح اليوم الانسان مدعو وحكينا بحلقات مسبقة انه كيف الانسان بده يتغير فكره ويجدد ذهنه تيكون عنده فكر المسيح منشان هيك اليوم ما تتقلها فكرك ما تتقل شو بيقول العلم تتقلها كلمة الرب وشو بيقول الرب وصدقه وقامن بكلمته ومشيها اساسه بعبرانيين الثلاثة آية 18 ولمن اقسم الله ان لا يدخلوا في راحتي مين ما بيدخلوا بالراحة ومين الشخص اللي بالكون بالعالم مين ما كان يكون ما بيكون مرتاح مهما كان مفكر او مكذب على حاله انه مرتاح في ناس بتحب التمثيل كتير بتبين الاخرين انها مرتاحة ولكن سأل حالك انت بالحقيقة مرتاح كل انسان الان وكان هم وبيفكر هلا شخص مش مرتاح تابين كل انسان عنده قلق وعنده مخاوف بحياته وشك هدا انسان تابين بيقول اما كان للمتمردين علي من اني المتمردين علي كل انسان عم بيسمع كلمة الرب وما بده متمرد ما بده هل الاشخاص ما بيفوتوا عن راحة الرب لأي بتقول ولمن اقسم الله ان لا يدخلوا في راحتي اما كان للمتمردين علي ونرى انهم ما قدروا على الدخول ما قدروا فاتوا لراحة الرب لكلة ايمانهم لكن الامام من وين بيجي بيجي من السماء وسماء شو كلمة الله